تطور جديد في مسلسل العلاقات المتأزمة بين المغرب والجزائر بعد الإعلان رسميا في العاصمة الجزائرية عن فتح مكتب تمثيلي لحزب يطالب باستقلال منطقة الريف في شمال المغرب في خطوة من شأنها أن تفاقم التوترات الشديدة بين الدولتين الجارتين في السياق ذاته أثار لقاء رسمي ثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا خلال القمة السابعة للغاز في الجزائر تساؤلات عن إمكانيات إطلاق تكتل مغاربي جديد يستثني المغرب ما أبعاد هذا الاجتماع وهل يعمق الأزمة المغربية الجزائرية؟ هل أصبح دعم الحركات الانفصالية أحد معالم الصراع بين المغرب والجزائر؟ لا يتعلق الأمر هذه المرة بالصحراء الغربية التي تدعم الجزائر الانفصاليين فيها للاستقلال عن المغرب بل أصبحت منطقة الريف في شمال المغرب في بؤرة الأزمة بين البلدين بعد فتح الجزائر مكتبا تمثيليا لما يسمى بالحزب الوطني الريفي الانفصالي وهو حدث أثار جدلا إعلاميا واسعا في البلدين فبينما يقدمه الإعلام الجزائري على أنه اعتراف بعلاقة تاريخية تربط الشعب الجزائري بسكان منطقة الريف تناوله الإعلام المغربي على أنه ليس أكثر من احتضان جزائري لمجموعة ممن ليس لهم أي وزن سياسي على الأرض في منطقة الريف تلك الخطوة لا تنفصل بالنسبة لكثيرين عن التفاهم المغربي لمطالب ما تعرف بحركة المال التي تطالب بانفصال منطقة القبائل في الجزائر حلقة أوسع في الأزمة بين البلدين كانت على المستوى الإقليمي مؤخرا إذ اتهم كل بلد الآخر بأنه يسعى لتهديد الاستقرار الإقليمي فالمغرب أطلق أواخر السنة الماضية مشروع المبادرة الأطلسية مع كل من مالي والنيجر والشاد وبوركي نفاسو والذي يهتف إلى منح هذه البلدان منفذا على المحيط الأطلسي وهو مشروع ترى فيه الجزائر تهديدا لمصادحها الإقليمية والحلقة الأخيرة في الأزمة بين البلدين تتجلى في مساعد جزائر لإقامة اتحاد مغاربي جديد يستثني المغرب وهو ما يعتبره كثيرون في المغرب محاولة جزائرية لتقسيم بلدان المنطقة ولمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي من الرباط أرحب بالأستاذ يونس مسكين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومن باريس أرحب بالدكتور اسماعيل خلاف الله المحلل السياسي والباحث في القانون الدولي أبدأ معك أولا سيد خلاف الله ما دواعي الجزائر بفتح مكتب لحزب انفصالي عن المغرب في العاصمة الجزائرية في البداية أحييك أستاذ ريم وأحيي ضيفك الكريم والساد وجميع السادة المشاهدين الكرام أعتقد بأن ما حدث في الجزائر العاصمة قد حدث في عواصم أوروبية أخرى ولم نلحظ ولم نرى هذا الغضب وهذا ما حدث هذا الحدث الذي لم تتحرك هذه الجهات المغربية لم نرى هذا الإعلام المغربي يتكلم على المكتب الذي فتح في بريكسل منذ ستة أشهر عن النشاطات التي يقوم بها هؤلاء النشاطاء الريف في هولندا وفي عواصم وفي دول أوروبية أخرى وقبل هذا أنا أقدم نفسي كمحلل أنا لا أمثل لاجهة رسمية جزائرية ولا ملست مدافعا على هؤلاء الذين أعلنوا استقلال جمهورية الريف كما أطلقوا تسميتها هنا أنا أتحدث من موقعي كمحلل وأقول أطرح هذا التساؤل لماذا لم تحدث هذه الضجة ولم نرى أن الإعلام المغربي تحرك عندما قام هؤلاء بفتح مكتب في بريكسل وفي مناطق أوروبية أخرى هذا الذي نستغرب أنه الأمور دائما تربط على أساس أن الجزائر تحرك هذه هؤلاء لكن ما هي الدواعي دكتور خلف الله؟ رغم أن لم نسمع من مسؤول رسمي صرح وأعطى تصريح على عكس على عكس الممثل أو مندوب المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال الذي صرح من صرح وبناء الأمم المتحدة تكلم على ما يسمى بالماك هذه المنظمة التي تصنفها الجزائر على أنها منظمة إرهابية وليست لها تمثيل حقيقي لأننا نتكلم على القبائل دكتور خلف الله أشرت إلى نقطة مهمة أن الجزائر تصنف الماك كمنظمة إرهابية ألا ترى ربما موقفا متناقضا جزائريا على اعتبار أن الجزائر تعتبر حركة الماك حركة إرهابية بينما المكتب الذي افتتح في الجزائر هو أيضا يمثل حركة فصالية مشابهة لحركة الماك أعتقد أن هناك فرق شاسع وأنا أكرر أنني لست مدافعا أو مثلا أو متكلم نحن نريد رأيك كخبير طبعا رأيك الرصين كخبير سياسي أنا أعتقد أن نعم أعتقد أن الفرق شاسع عندما نقارن بأن ما يحدث في الريف حراك الريف له بسار تاريخي واضح ونعتقد بأن المنطقة قدمت وكانت رصمت تاريخها واضح في النضال ونتكلم على الشخصية التاريخية التي تمثل النضال المغربي وهو عبد الكريم الخطابي هذه المنطقة التي قدمت وأعطت منحت وقدمت شهداء للمسار النضالي ضد الاستعمار الفرنسي نعتقد بأن هذا لا يمكن أن نمثلها بأحد هؤلاء الذين يريد أن يضع نفسه أنه يمثل منطقة القبائل ومنطقة القبائل لا تعير له بل تتبرأ منه نشرك ضيفي من الرباط الأستاذ يونس مسكين نعلم جميعا أن العلاقات المغربية الجزائرية وصلت إلى حد القطيعة إلى أي مدى تعمق هذه الخطوة الجزائرية باحتضان حزب انفصالي عن المغرب من هذه القطيعة مساء الخير سيدتي الكريمة وشكرا لك وتحية لجمهوري قناتكم المحترمة أعتقد من المعلوم ومن البديهي أن المغرب والجزائر في حرب باردة هذا أمر واقع لا يمكن أن نتغافل عن أو نهرب منه وهذه الحرب الباردة تتجسد في كثير من المظاهر من تحركات إقليمية ودولية اقتصادية وعسكرية وسياسية وديبلوماسية وغيرها لكن هذه الواقعة التي حدثت هذا الأسبوع وفتح ما يسمى بهذا المكتب التمثيلي لحزب وهمي لشيء غير موجود على الأرض في الحقيقة هو ينزل بهذا الصراع إلى مستوى من الحضيد لم يكن لنا به سابق عهد بشكل نهائي وأحرص في هذه المداخلة أن أنبه إلى أن نأخذ بعض العبارات وبعض المفاهيم بنسبية وبشيء من الحضر لا يوجد هناك حزب على الأرض ولا وجود لمشروع انفصالي في منطقة الريف وما يحصل الآن أنا في تقديري شخصيا أنا في مؤسسة إعلامية وأكتبه بشكل يومي وقمت بتجاهول هذا الأمر تقديرا مني على أن الأمر مجرد عبت لا قيمة له على الأرض ولا وجود له في الميدان لكنه في وقع الحال يسقط ورقة التوت إن كان هناك من يحتاج إلى إسقاط هذه الورقة على ما تبقى أو ما يمكن أن يتوهمه البعض من إصداقية في واجهات أخرى وأقصد بالضبط واجهات الصحراء الصحراء المغربية إذن كل ما كانت تتغنى به الجزائر وتقول أو النظام الجزائري وبهذه المناسبة أوجه التحية والتقدير لكل الأشقاء الجزائريين وتحدثوا عن النظام الجزائري ما يتحدث عنه من دعم لتقرير المصير ولتحرر الشعوب إلى آخره الآن يسقطوا على ما تبقى من أوراق التوت عليه بهذه المبادرة العبتية التي لا يمكن أن يأخذها أحد على محمل الجد ليست هناك مبادرة أو حركة انفصالية على الأرض في شاب المغرب نهائيا ولا وجود لهذا الحزب والسؤال الذي طرحه ضيفكم الكريم من فرنسا هو أعتقد أنه مرضود عليه السؤالي أنا في المخابل لماذا الجزائر تحديدا وليس أي دولة أخرى لا دولة عربية ولا إفريقية هي التي افتتح فيها هذا ما يسمى بالمكتب التمثيل لهذه المنظمة الوهمية لدي هذا السؤال لماذا الجزائر بالضبط علما أن حتى لو فرضنا فرضا أن هناك حركة شعبية معينة تحمل فكرا سياسيا أو مطالبة سياسية في بلد ما من الطبيعي أن البلد الجار هو الذي يكون آخر من يدخل على خط هذه القضية باعتبار علاقات حسن الجوار التي تجمع عادة بين البلدان خاصة إذا كان البلدان شقيقان وتجمعهما روابط تاريخية وتقافية ودينية عديدة إذن هذه الأمور أني أعتقد أن هناك صراع هناك حرب باردة تحدثت سيدة الكريمة ريم عن اللقاء الذي وقع بين الجزائر ودولة تونس وليبيا هناك مبادرة مغربية في الواجهة الأطلسية ومع الدول الإفريقية هذا كله يؤسفنا وجود هذا الصراع أصلا بين البلدين لكن مثل هذه التحركات تبقى يمكن تفاهمها ويمكن تقبلها سنفصل في هذا اللقاء لكن صحف جزائرية تقول أن الجزائر بهذه الخطوة ترد على اعتراف المغرب بما يسمى بجمهورية القبائل منذ حوالي ثلاث سنوات هل يدعم المغرب فعلا جمهورية مماثلة؟ سيدتي الكريمة أنا شخصيا لو أقدم النظام في المغرب مثلا على فتح سمتيلية من هذا النوع أو القيام بخطوة من هذا النوع لن يشرفني الدفع عنها ولن أدافع عنها ولن أتبنها وما حدث بخطوص منطقة القبائل وأنا كتبت حول الموضوع وتابعته جيدا كان في سياق من الجدل سياق من الجدل داخل لجنة من اللجان التابعة لجمعية العمل الأمم المتحدة وكان السفير المغربي يرد في نوع من المجادلة البلاغية مع السفير الجزائري الذي كان يتحدث عن مبدأ تقرير المصير وعن الدفع عن مشروف سفر المصير الأخير وأتاه بهذا المثال والذي هو مطروح في الساحة السياسية الداخلية الجزائرية وفيه نوع من المجادلة وتعبير عن تعجيز الطرف الآخر الذي لا يستطيع أن يدافع عن هذه الأفكار عندما يتعلق الأمر بمواطنين جزائريين لهم رأي سياسي ولهم موقف سياسي وبالتالي لا يمكن أن نقاب المغرب لا يمعترف بأيات الجمهورية ولا يوجد هذا النوع منه يجب أن ندقيق المصطلحات والمفاهيم لا يوجد هناك حزب في شمال المغرب وهذه النوع منه الأوهام التي يخلقها البعض والأكاديب التي يخلقها البعض ويصدقها ثم لا يوجد هذا النوع من الاعتراف الذي يتحدث عنه البعض كان هناك جدل بلاغي سياسي من عضوين داخل اللجنة في جمعية العامة الأمم المتحدة وهذا الأمر أنا في تقديري نحن كقوى مدنية وشعبية يجب أن نساهم في الابتعاد عن مثل هذه السغائر ومثل هذه التفاهات من الجانبين أنا لا أدعم لهذا الجانب ولا آخر بل أدعم أن نحتفظ بالأمل في مستقبل يجمع بين الشعبين الشقيقين دكتور خلف الله لقاء ثلاثي تم في الجزائر على هامش قمة الغاز بين الرئيس الجزائري والتونسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي بحسب البيان الرسمي لأجل تكثيف الجهود قصد مواجهة عدد من التحديات هل يمكن النظر إلى هذا التكتل كبديل عن اتحاد المغرب العربي؟ سيدة ريم لو تكرمتي أعود وأعود لسؤالك أقول صديقنا وجهت له التحية ولم يوجه لي التحية وأعتقد أن هذه تدل على هذه الضغينة التي للأسف الشديد هو مباشرة توجهها حيات وحي الجمهور ولم يحيني معلش يا أستاذ لا لقد وجهت تحية لكل الشعب الجزائري على الفكرة يعني بالبداية لم يوجه التحية أنا سبقته وجهت للتحية كان من المفروض أن يرد للتحية معلش قضية تصريحاتها عمر هلال التي كانت واضحة القضية ليست كانت يرد على الممثل الجزائري هو قدم ورقة وكان يوزع الورقة ما فحواها تقرير مصير منطقة القبائل والشعب القبائلي هذا البهتان الذي وكان من المفروض كان من المفروض أن الآن الأم على ثلاث سنوات مرت يعني كان من المفروض أن الجزائر لو كانت لو تستعمل الحكمة والحنكة والصبر ومراعاة الأخوة والجوار لكانت ترد مباشرة لأن هؤلاء النشطاء في الريف عندهم سنوات سنين وهم يشطون ويشطون في أوروبا نتكلم اليوم مععود وكرر لماذا هذا الضجيج لم يحدث عندما هؤلاء يشطون في أوروبا لماذا لم تواجه النظام المغربي والصحافة المغربية لماذا لم تواجه هولندا لماذا لم تواجه بلجيكا يعني تستفحل فقط في نقد الجزائر وعلى أن الجزائر أنا أقول أن القضية وما فيها أن هؤلاء هم بالعكس لاموا الجزائر ولم على لماذا لماذا لا يدعمون بأن الجزائر تدعم الحركات التحررية وهم يعرضون أنفوزهم لأنهم يمثلون لأنهم يمثلون جمهورية كانت لها تاريخ الجمهورية الريف كانت لها تاريخ دكتور خلف الله قلت هذا في بداية البرنامج تفضلت بهذه الإجابة لكن سؤالي كان عن هذا اللقاء التلاتي الذي فصره البعض على أنه تكتل بديل عن اتحاد المغرب العربي هل هذا صحيح؟ أعتقد أنا أقول هذا الذي يريد أن يؤول فليؤول أنا في اعتقادي أن المناسبة مرتبطة بقضية الغاز والطاقة وبحكم أن الجزائر وليبيا وتونس لهم رباط في هذا الباب أعتقد بأن هذا التكتل هو يدخل في هذا الباب لا خلق بديل للمغرب العربي ولا أن الجزائر تريد أن تستثني المغرب أنا فيه نظري بل بالعكس من سبق وبادر بتوقيف المؤسسات المغرب العربي النظام المغربي هو الذي سبق ربع وتسعين التاريخ يشهد بأن المغرب النظام المغربي هو الذي أجهض كل المشروع المغربي المشروع المغرب العربي أو ما يسمى المشروع المغاربي الكبير هذا المشروع الذي ما زالت الشعوب المغربية تطمح له أنا أقول بأن هذا هذا الاجتماع الثلاثي يدخل في قضية وصلت الفكرة دكتور قضية اقتصادية نعم نعم وصلت الفكرة يعني أجير ما قلته للأستاذ يونس مسكين وقد أشرت إلى سنة 1994 وكان هناك حدث معين حادث إرهابي وقع في مراكش في هذه السنة وتم قطع أو إغلاق الحدود حتى يفهم المشاهد الذي هو خارج المنطقة المغاربية سيد يونس مسكين هل يمكن فعلا للجزائر أن تنجح في تشكيل تكتو المغاربي تستبعد فيه المغرب وربما تضم فيه موريطانيا التي بالمناسبة لم تشارك في هذا الاجتماع التلاتي الرسمي في عاصمة الجزائر للأسف أختي ريم سواء المغرب أو الجزائر أو غيرها من دول المنطقة نحن للأسف الشديد نهدر طاقتنا ونهدر إمكانياتنا في معارك غير مجدية لا المغرب ولا الجزائر سوف يستمكن أي منهما من خلق تكتور بديل على المغرب العربي لأننا ليست لنا إمكانيات ذلك سواء المغرب أو الجزائر ما يحدث الآن من بحث عن منافذ جديدة بعدما تعذر أو استحال إحياء العلاقات التنائية المغربية الجزائرية سواء ما يبحث عنه المغرب غربا وجنوبا في اتجاه الصحراء أو في اتجاه دول غرب إفريقيا أو ما تبحث عنه الجزائر هو أمر ناتج عن هذا الانسداد في الأفق بين العلاقات بين البلدين وإن كان يؤسفني أنا كمواطن مغربي وكحامل للحلم المغاربي ويشعرني بنوع من الأسى لتجميد هذا الحلم لكن في نهاية الأمر يبقى أمرا مشروعا في دفاع كل دولة عن مصالحها ولن يسئني أنا ولا حرج في ذلك إن كان ضيفك الكريم في فرنسا ووجه له التحية بهذه المناسبة مجددا ربعا إن وجهتها في خضم حديث مرة الماضية إن كان يريد أن يقدم على أنه تنظيم أو مؤسس بديل عن المغرب العربي فلا هو ذلك وأنا لا يضيرني ذلك في شيء مثل ما أنا لا يضيرني أن يبحث بلدي ويبحث المغرب عن بديل في منطقة أخرى لأن لا يمكن أن نوقف عجلة التاريخ ونتفرج في هذا الوضع ثم لا بد هنا أن نسجل ملاحظة مهمة وأتمنى أن يكون لضيفك الكريم من فرنسا شجاعت أن يعترف معي بهذا الأمر من المسؤول عن انسجد هذا الأفق في السنوات الأخيرة يتوقف عند تصريح مجتزأ مبتور لسفير المغربي في هيئة أممية ولا يتوقف عند خطب الملك البلاد نحن نضام الملك في هذه البلاد وجل السلطات عند الملك وخطب الملك يمكنك أن تعود إلى 3 أو 4 سنوات الماضية وأتيني برسالة سلبية بل هل يمكنك أن تعترف بأن الملك خطب رسميا وخاطب الشعب الجزائري وقال بالحرف لن يسبكم أي سوء من جهة المغربي لماذا لا تسجلون هذه المواقف مثلا لماذا لا يمكن أن نبني على هذه المبادرات الإيجابية لماذا لا تبني الجزائر على الدعوة الرسمية التي وجهها الملك أنا لا أتحدث عن سفير ولا عن وزير ولا عن غفير أتحدث عن الملك الذي وجه دعوة رسمية إلى الرئيس الجزائري في خطاب رسمي لاستئناف العلاقات وفتح الحدود وبناء الجديد لماذا الجزائر تصر على تأزيم الوضع وتدفعنا نحن نأسف لذلك عندما نرى أن بلادنا تبحث عن ملافذة في اتجاهات أخرى بينما المنصد الأساسي والطبيعي لنا هو الجزائر وهو محيطنا المغاربي لماذا الجزائر تصر على تعطيل هذا البناء المغاربي تحدث أغتيرين تحدث ضيفك عن مؤسسة الاتحاد المغرب العربي المؤسسة الوحيدة التي تشغل هي الأمانة العامة وهي موجودة في الرباط وهي المؤسسة الوحيدة في المنظمة فليخبرني ضيفك الكريم ما هي المؤسسة التي تشغل عن طريق الجزائر أو تسمح الجزائر بوظائفها ولمهالها سأعطيك المجال أن تنخرط أصوات مدنية وأصوات شعبية في هذه الحفلة هذه الحفلة المسيئة التي يدخل فيها أبقاد الجزائريون ويدخل فيها المنطقة ويرهانون مصير أجيار المنطقة بيهاته تفضل دكتور خلاف الله باختصار من فضلك شوف باختصار أنا أقول لك قضية الخطابات والنداءات هي لايك الحقيقة لم تترجم على أرض الواقع يا أستاذ يونس حتى نكون كل صورة يعني الجزائر وما طلبته أنه كانت هناك الواقع لم يعجبك إلا خطاب السفير لم يعجبك إلا خطاب السفير عمر هلان خالي نعطيك نعطيك السبب والله نعطيك السبب لن يبقى لدينا إلا دقيقة خطاب الملك لاوزنا لدينا ما خطاب السفير مهم نعم شوف الجزائر أو السبب السبب الرئيسي في هذا الانشقاق ما هو هو نرجع للتاريخ قتلكنا الحادثة الـ 94 التي لم تكن للجزائر فيها ظلع وتذرع على نظام المغرب لماذا لماذا تتوقف عند الـ 94 يا أخي الكاري العود إلى 75 عود إلى 75 وعود إلى مئات إلى عشرة من المغرب لغير تقريدون من بموتهم يا أخي الكاري لما نسأل دعني أجيبك دعني أجيبك دعني أجيبك إن شاء السبب هو واضح من عطل حينها مؤسسات الاتحاد المغربي المغرب العربي هو المغرب يا رجل النظام المغربي هو من دعم لكن قال أن هناك دعمة ملكية قال كذلك أن هناك دعوة ملكية الجزائر كانت صبرت يا رجل لكن الجزائر القضية ليست هناك غلق صفحة وقضى الجزائر تنتظر من المغرب كلها جرأة وتراجع حساباتها لماذا لماذا اتهمت الجزائر على أنها فجرت واتهمت الجزائر وثم ما زالت ما زالت ما زالت دكتور إسماعيل عفواً على المقطع لنهاية وقت البرنامج دكتور إسماعيل خلط الله المحلل السياسي والباحث في القانون الدولي شكراً لك كنت معنا من باريس ومن الرباط أشكر الأستاذ يونس مسكينة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بهذا نصل إلى نهاية المسائية مشاهدين الكرام ونرتقي غداً إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر